بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على شرف المرسلين أبناء الطلبة سنقوم بإنجاز هذا الفيديو الذي يحمي العنوان مواضع مقترحة في الدول التناظرية لباكالوريا 2017 لشعب الأدبية رقم واحد أنصح به شعبة أدب وفلسفة وأدب ولغات أجنبية لأنه تمرين رائع للتحضير لباكالوريا حيث قال F دالة معرفة على المجال من واحد إلى زائد من النهاية بالعبارة F لـ X32 زائد ثلاثة على X ناقص واحد قال C F تنثيلها البيان في مستوى منسوب إلى معلم متعامل ومتجنس OEG قال اختر الإجابة الصحيحة من بين الأجوبة المقترحة في كل حالة من الحالات التالية مع التعليم واحد قال يمكن كتابة F من الشكل ألف F لـ X32 X ناقص واحد على X ناقص واحد B F لـ X32 X زائد واحد على X ناقص واحد G F لـ X32 X زائد ثلاثة على X ناقص واحد إجابة واحدة منهم ثم ثانيا قال F دالة قابلة الاشتقاق على المجال من واحد إلى زائد من النهاية ولدينا دالتها المشتقة F فتحة من الشكل ألف F فتحة لـ X تساين ناقص واحد على X ناقص واحد لكل مربع B F فتحة لـ X تساين ناقص ثلاثة على X ناقص واحد لكل مربع G F فتحة لـ X تساين ناقص ثلاثة على X ناقص واحد لكل مربع إجابة من واحد ثم ثالثا قال نهاية دل أف أو نهاية أف لإكس عند زائد ما لا نهاية هي إما ألف زائد ما لا نهاية با إثنان جيم ثلاثة رابعا قال سي أف يقبل مستقيما مقاربا معادلته إكس يسوي واحد با إكس يسوي إثنان جيم إيجراج يسوي ثلاثة خامسا وأخيرا قال معادلة المماستي للمنحنة سي أف عند النقطة ذات الفاصلة ناقص واحد هي ألف إيجراج يسوينا ناقص ثلاثة على أربعة إكس ناقص ربع باقع الإيجراج يسوينا ناقص إكس ناقص واحد على أربعة جيم إيجراج يسوينا ثلاثة على أربعة إكس ناقص ربع إذن ننطلق على بركة الله في الشرح المفصل إذن ننطلق أبنائي في الإجابة في السؤال الأول قال يمكن كتابة أف من الشكل إما هذه العبارة أو هذه أو هذه إذن نكتب هنا هكذا إختيار إجابة صحية اختيار الإجابة الصحيحة أكيد مع التبرير أولا ماذا نملك نملك F ل X ماذا تسوي أبنائي تسوي إثنان زائد ثلاثة على X ناقص واحد ركزوا هنا أرجوكم نقطة نقطة أبنائي ولا تتعجلوا هنا F ل X وهنا F ل X وهنا F ل X وهنا F ل X للوجود إلى أو للوصول إلى أحد الأجوبة الصحية ما علينا إلا توحيد المقام والنشر فنصل إلى هذا كيف تسوي ما هو المقام مشترك أكيد هو X ناقص واحد يقول أحدكم لماذا لأن هنا كم هذا مقامه هو واحد إذن حتى يصبح له نفس المقام مثل أخيه علينا أن نضرب فيه بصبحنا هكذا 2 في X ناقص واحد ثم عندنا هنا انظروا زائد نكتب هنا زائد ثلاثة ونكمل ثم نأتي الآن إلى مرحلة اسمها النشر المقام لن ننمسه اللي هو X ناقص واحد أما البسط هذا في هذا اللي هو 2X وهذا في هذا ناقص 2 ثم زائد 3 لأن هذه لا تنشر هنا تنشر ما بداخل الأقوص فقط فصبحنا F لX كم تساوي تساوي هكذا نضع خط الكسرة X ناقص واحد أما البسط صبحنا 2X وعندنا 3 ناقص 2 وهي كم وهي زائد واحد أي جواب هنا صحيح انظروا ها هو أمكم إذن نقول المقترح صحيح المقترح الصحيح هو ماذا المقترح الذي اسمه با يقول لحدكم وكيف التعليل هو هذا بنفسه هو التعليل فقط بعدما أكملنا مع هذا وهنا وجدنا هذا هو الإجابة الصحية سوف نكمل معها بقية الأسئلة يعني هذا وهذا سوف ننساه ونبقى مع هذه العبارة لأنها سوف تساعدنا كثيرا في الأسئلة القادمة أو المقترحات القادمة نأتي بعدها إلى الجزء الثاني قال F دل قابل الاشتقاق على مجال من واحد إلى زائد من نهاية ولدينا دلتها المشتقة F من الشكل إما ألف أو با أو جيم نقول أولا حساب الدال المشتقة لدال F إذن فماذا تصبحنا هكذا F فتحة لإكس تساوي ركزوا هنا معي إذا كان عندنا كسرة يقول أحدكم هل نستغل هذه أم هذه يمكن والكثير سوف نعتمد على هذه العبارة لأنها سهلة يمكن أن نعتمد على هذه لكن هذا ما أنصحكم بهذه لأنها سهلة الاستعمال عندنا إذا كان عندنا E على V معناه مشتقة نسبة أو مشتقة كسرة نقول تقول قاعدة الذي عليكم أن تحفظوها أن نقول مشتقة البسط في المقام ناقص مشتقة المقام في البسط على المقام وربع هذا قانون عليكم أن تحفظوه يعني دون الجدال إذن نأتي الآن مشتقة البسط معناه ما هو مشتقة 2X زائد 1 اسمعوا جيدا 2X هنا في المسودة زائد 1 إذا قمنا باشتقاقها ما هو تقول القاعدة اسمعوا مشتق عدد مضروف في X لما نشتقي يبقى لنا إلا العدد أما مشتقة العدد الذي لا يوجد فيه X يذهب إلى الصفر اسمعوا جيدا مثلا نعطيكم مثال مشتق X ما هو العدد الآن هنا مضروف X يقول أحدكم 0 لا يا أبناء إنه 1 إذا المشتقة ما هو مشتقة X إنه 1 يقول أحدكم ومشتقة ناقص X مشتقة ناقص X هو ناقص 1 يقول أحدكم يا أستاذ ومشتقة 3X إنه العدد 3 إذن ما هو مشتقة الآن 2X هو 2 وما هو مشتقة العدد الذي لا يوجد فيه X هو 0 هذه إحفظوها الآن معناه تصبح لنا مشتق البسطي هو كم 2 إذن مشتق البسطي في المقام ليس في مشتق المقام في المقام ناقص مشتق المقام مشتق X كم إنه 1 ومشتق هذا الثابت هو ناقص 1 قلنا هو 0 إذن مشتق المقام الآن في البسطي ليس في مشتق البسطي في البسطي على المقام مربع المقام لا تلمسوه بل ربعه فقط تعالوا الآن نكمل أبناء وعلينا أن نجد أحد الأجوبة التالية لحنا F فتها لX تساوي هكذا أول شيء المقام لا نلمسوه يعني X ناقص 1 مربع أما في الدالة التناظرية أحفظوها أنتم كعذبيين لما تقومون باشتقاق أو بحساب مشتقة الدالة التناظرية لا تجد هنا في البسط الصفر ولا تجد X تجدون عدد بدون X إذا وجدتم X فهناك خطأ في الهساب إذا وجدتم كل شيء ذهب إلى الصفر فهناك خطأ في الهساب إذن تعالوا إذن هذا في هذا كم إنه 2X وهذا في هذا إنه ناقص 2 ثم هذا في هذا إنه ناقص 2X وهذا في هذا إنه ناقص 1 ها هو هذا ذهب مع هذا 2X مع ناقص 2X تبقى لنا ناقص 2 مع ناقص 1 كم؟ إنها F فتحة لـ X تساوي ناقص 3 لأنه هنا إحذر وأن تقول فيه لا إنه جمع ناقص 2 وناقص 1 وناقص 3 على X ناقص 1 الكل مقربع أي مقترح الآن؟ إنه المقترح الثاني نقول المقترح الصحيح هو المقترح هنا كذلك باء لكن إحذروا الكثير يقول أحدكم يا أستاذ بما أن هذا الجزء جاء باء فهذا كذلك يأتي باء والذي باء لا لا أتركونا من هذه التكهنات إنما هناك أمر رياضية وأمور قواعد تحسب هنا إذا طرح وقال وعطي تغيولة الدالة بما أن هذا العدد الذي وجد في البسط سالب قول الدالة متنقصة تماما إذا وجدناه مجب نقول الدالة متزايدة يقول أحدهم إذا وجدنا السفق قلنا لا نجد السفر فقط حتى بهذه الطريقة حتى تحفظ بعض الخواص على هذه الدالة التناظري بعدما أنهينا مع هذا السؤال نأتي الآن إلى المقترح ثلاثة كذلك قال نهاية الفلي إكس عند الزائد ملنية هي هي الزائد ملنية والإثنان أو الثلاثة دائما قلت في الأول نحتاج إلى هذه العبارة أفضل من هذه العبارة كلاهما نصل إلى نتيجة لكن أختار هذه العبارة لأنها سهلة إذن نكتب هنا حساب فليمت أف لإكس لما الإكس يؤول إلى الزائد ملنية تصبح لنا هكذا فليمت أف لإكس لما الإكس قلنا يؤول إلى الزائد ملنية اسمعوا جيداً في الدالة من هذا النوع إذا حاسبنا عند الزائد ملنية الدلة التناظري التي نجد فيها الإكس في البسط والإكس في الماقع أو نجد فيها بالأحرى الإكس في الماقع كأدبيين تقول القاعدة علينا أن نجده عدد عند المال نهاية الزائد ملنية نقص ملنية نجده عدد لا نجد فيه الإكس أو نجد فيه المال نهاية إذن فماذا تقول القاعدة الصباح لنا تساوي النهي الليمت العدد والإكس العدد والإكس إذن العدد مع إكسه لهو إثنان إكس على المقام العدد وإكسه ركزوا هنا جيداً حتى تفهموا هذا نتبعه مع إذا كانت هنا لاحظوا ركزوا هنا عندنا إثنان إكس ها هي نقلتها كما هي وهنا في المقام عندي إكس نقل إكس كما هو أما الأعداد هذه لا نهتم لها هذا وهذا لا نهتم في الزائد ملنية أنا أتحدث في الزائد ملنية والنقص ملنية خذوا العدد مع الإكس والعدد مع الإكس في البسط والمقام لما إكس يؤلو إلى زائد يقول أحدكم يا أستاذ وإذا كان عندنا في البسط لا يوجد الإكس لا أخذوا صفر قلوا لا يوجد إكس إذا نضعوا هنا صفر ثم ماذا يحدث يذهب هذا مع هذا ذهب الإكس وذهب الإكس كم تبقى لكم؟ تبقى لنا إثنان فقط لاحظتم؟ يعني الأمر جد جد بسيط أما إذا أخذنا العبارة التي أعطيت لنا التي هي هذه ويقول أحدكم يا أستاذ وإذا أخذنا هذه هل نصل إلى نفس النتيجة؟ نعم سوف نصل إلى نفس النتيجة نصبحنا هكذا إثنان زائد ثلاثة على إكس ناقص واحد لما إكس يؤل إلى زائد من النهاية هنا تصبح لنا أولا إذا جئنا إلى هذا قلنا ماذا تساوي؟ ركزوا جيدا وانتبهوا إذا أتينا إلى هذه ثلاثة على إكس ناقص واحد لما إكس يؤل إلى زائد من النهاية قلنا تساوي تساوي العدد المضروف في الإكس والبسط ما هو العدد المضروف هنا في الإكس؟ العدد والإكس لا يوجد إذن نضع هنا صفر نصبح لنا للميت صفر على إكس لما إكس يؤل إلى زائد من النهاية صفر على إكس مهما كان إنه صفر ماذا يبقى لكم؟ إذا تخيلوا إذا كان هذا عندكم هو الصفر فماذا يبقى؟ يبقى لنا الإثنان ها هو الأمام لكم لكن أنا لو أريد أن أخلط عليكم الأفكار أريدكم أن تتعلموا الطريقة هذه لأنها بسيطة تأخذنا عدد المضروف في الإكس وهنا كذلك ثم يحدث الإختزال فتبقى لنا الإثنان أي مقترح؟ إنه المقترح باء إذن نقطع المقترح الصحيح هو المقترح باء لاحظتم؟ إذن هكذا تقول دائما القاعدة إذا حسبنا النهاية لهذه الدلة التناظرية عند الزائد من نقسمين نجده عدد مستحيل نجده زائد من النهاية وهذا العدد إذا قال وفسر بيانيا إذا قال وفسر بيانيا إذا قال وفسر بيانيا نقول إيغراك يسوي ذلك العدد مستقيم مقارب أفقي أو موازي لمحور الفواصل إحفظوها أرجوكم فقط أبنائي بعد أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى رابعا قال سي أف يقبل مستقيم مقاربا معادلته إكس يساوي واحد إكس يساوي إثنان أو إيغراك يساوي ثلاثة هنا يمكن أن نأتي بهذه العبرة التي نستعملها أو نأتي بالعبرة التي نكتبها بخط أيدينا حتى تكون أكثر وضوح يعني نفسه هذه لكن أختار هذه الآن نقول سي أف يقبل مستقيما مقاربا معادلته هي نأتي له هنا كيف نفعل أبنائي علينا بما أنه قال هنا حسبنا النهاية انظروا حسبنا النهاية عند الزائد ما نكام إثنان إذن قلنا إيغراك يساوي إثنان هذا انتهى أمره بما أن الدلة تناظرية أكيد الذي بقيه هو إكس يساوي ليس إيغراك يساوي يقول حداكم لكن معناه هذا مباشرة أن نقول أنت لا لماذا لأن نقلنا عند الزائد ما نقول مستقيم مقارب إيغراك يساوي إذن عند الأعداد هو التي نقول إكس يساوي ركزوا معناه نقوم بحساب هنا أحفظه نقوم بحساب النهاية عند الواحد لأن نقلنا نحن دي آف قال معرفا من الواحد إلى الزائد ما نهاية عند الزائد وجدناها ها هي أمامكم وجدناها إثنان إذن بقيت لنا النهاية عند ماذا عند الواحد إذن نقول لميت آف لإكس لما إكس يؤول إلى الواحد بقيم عفونا نكتبها بخط أوضح إذن يؤول إلى الواحد بقيم أكبر لماذا بقيم أكبر لأننا نحن باتجاه زائد ما لنهاية تصبح لنا تساوي تقول القاعدة أبنائي عند حساب النهاية عند العدد عند العدد يعني العدد الذي يعدم المقام دائما تجدون مال نهاية دائما تجدون قلت مال نهاية أفضوها أما هنا عند العدد عند المال نهاية عند المال نهاية تجدون عدد وعند العدد تجدون مال نهاية هذا تسمى دلة التناظرية معكوسة تصبح لنا ماذا تساوي تساوي للميت هنا يمكن أن نقوم بالتفكيك نقول إثنان إكس زائد واحد في واحد على إكس ناقص واحد لم أفعل شيء البسط في البسط والمقام في المقام سوف نعود إلى الأصل احفظوا هذه هذا الكسر لاحظوا البسط في البسط وهذا مقامه كم واحد أضربوا هذا في هذا وهذا فيه سوف نعود إلى الأصل الآن عندنا نهاية شاهرة عليكم أن تكونوا بدلابها اللي هي لميت احفظوها أرجوكم لميت واحد على إكس ناقص آ لما إكس يؤول إلى آ بقيم أكبر يقول أحدكم أين هو الآ هنا ها هو هو الواحد هذه احفظوها إنها تقول إنها الزائد ما لا نهاية معنى هذه تشبهها مباشرة يعني هذه كم تصبح لكم هذه تصبح لكم زائد ما لا نهاية واضربوا الآن هنا عوضوا بالواحد لأنها هو إكس يؤول إلى واحد تصبح هنا اثنان في واحد كم اثنان زائد واحد إنها ثلاثة هذه هذه أعطت لكم عندما عودتم بالواحد كم وجدتم ثلاثة وهذه تعطي لكم حسب المبارهنة تعطينا زائد ما لا نهاية الزائد ما لا نهاية في الثلاثة كم يساوي أبنائي إنها زائد ما لا نهاية لأن هذه تشبه هذه مباشرة نحفظوها إنها زائد ما لا نهاية زائد ما لا نهاية وتضربوا هنا لما نعوض بالواحد وجدنا ثلاثة ثلاثة في الزائد ما لا نهاية إنها زائد ما لا نهاية نقول ومنه ماذا ومنه اكس يساوي هذا العدد هذا العدد له اكس كم يساوي واحد مستقيم مقارب كيف هو عمودي او شقولي اي المقترح ماذا المقترح هنا احذروا انه المقترح واحد اذن المقترح واحد اذا المقترح الاف لاحظتم اذا المقترح الاول لهذا احذرتكم لا تقول دائما المقترح بفقط ابنائي اذا لاحظتم اذا دائما اذكركم ابنائي دائما في الدالة التناظرية مجموعة التعريف عندها هنا النهاية تجدونها عدد وهنا تجدونها مال نهاية تبقى قضية الإشارات هنا تلك العدد وجدناه ها هو أمامكم وهنا تلك الملانية وجدناها ها هي أمامكم وليس بالضرورة زائد ملانية أو نقص ملانية المهم حسب الإشارة التي نجدها هنا ونجدها هنا بعدما أنهينا مع هذا نأتي الآن إلى في الأخير وهو خامسا معادلة الممستي لمنحنة سي أف عند النقطة ذات الفاصلة نقص واحد هيا إذن نكتب هنا معادلة الممستي عند النقطة ذات الفاصلة نقص واحد هيا هنا أول شيء الكثير من الطلبة يقول يا أستاذ لا أعرف معادلة الممستي يا أبنائي قبل أن تعرف أن تحفظ لهي قانونية تقول يساوي F فتحة لX0 في X نقص X0 زائد F X0 أو مرات تجدونه ببعض الكتب هنا وهنا أ وهنا أ وهنا أ أو مرات تجدونه ببعض الكتب ألف 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 المهم مجرد متغيرات فقط تصبح لنا Y يساوي الآن ما هي X0 ها هي X0 وهذه نعوذ وهنا ونعوذ وهنا ونعوذ وهنا ونحذر من الإشارات فتصبح لنا ماذا تصبح لنا F فتحة لناقص واحد في X ناقص ناقص واحد زائد F لناقص واحد تصبح لنا Y يساوي F فتحة لناقص واحد في X الناقص والناقص تصبح لنا ماذا تصبح لنا زائد واحد زائد F لناقص واحد هنا في رأيكم في ماذا أعوذ أكيد أعوذ في المشتقة وهنا في ماذا أعوذ أعوذ في الدالة فقط وأكيد سوف أجد أحد المقترحات نأتي الآن إلى التعويض في المشتقل أصبحنا هنا إذا عوضنا مباشرة إذن ها هي أغمكم لاحظ عوضوا هنا بناقس واحد وهنا بناقس واحد أصبحنا ناقس ثلاثة على ناقس هنا إحذر أن تقول الصفر لا ناقس واحد وناقس واحد وناقس اثنان لما ناقس اثنان نربعها يقول لحدكم ناقس اربعة لا ناقس اثنان بالقوس لما تربع إنها الأربعة احذروا أن تكتبوا ناقس اربعة لماذا؟ لأن ناقس اثنان في ناقس اثنان مربع يعني هي ناقس اثنان في ناقس اثنان معنى تصبح لنا أربعة ليس ناقس اربعة أرجوكم إذن ها هنا يعني إيجراج يساوي يساوي ناقس ثلاثة على أربعة في إكس زائد واحد ثم نأتي الآن لنعوض الآن بالناقس واحد هنا وناقس واحد هنا وناقس واحد هنا فتصبح لنا ماذا؟ اثنان في ناقس واحد هو ناقس اثنان زائد واحد على ناقص اثنان تصبح لنا ماذا تصبح لنا ناقص واحد على ناقص اثنان وتصبح لنا واحد على اثنان إذن نتبه هنا زائد واحد على اثنان نكمل النشر تصبح لنا ايغراج يسوي هذا في هذا ناقص ثلاثة على اربعة اكس ثم هذا في هذا ناقص ثلاثة على اربعة ثم يمكن هنا أن نوحد المقام زائد اثنان على اربعة قل أحدكم ماذا تفعل وحدتوا هنا المقام يعني نضرب هنا في اثنان وهنا في اثنان هل ظهر المقترح نعم إنه يظهر ركز وصبحنا إيجراج يسوي ناقص ثلاثة على أربعة إكس وهذا مع هذا يعطينا ناقص واحد على أربعة أي مقترح إنه المقترح ألف نقول المقترح الصحيح هو المقترح ألف فقط أبنائي في هذه البساطة المطلقة قد اكملنا مع هذا التمرين وفي الأخير نتمنى من الله عز وجل أن قد أعجبكم الشرح كما نرجو منكم أن لا تنسونا بالدعاء لنا بالصحة والعافية والترحم على الرحمة الطاهرة كما يمكنكم زيارة صفحة على الفيسبوك إنها صفحة الأستاذ نور الدين ليصلكم جديدا باستمرار وفقكم الله إلى ما يحبه الرأى والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته